أهلا بكم قالت مصادر من لجنة المراقبة الوزرية في اجتماع تحالف أوبك بلاس إنه تمت الموافق على تخفيضات في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداء من نوفمبر القادم يأتي ذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة ودول مستهلكة كبرى أخرى لضخي مزيد من الإنتاج تواصل أسعار النفط تقلباتها في سوق باتت تحكمها في العوام الأخيرة عوامل جيو سياسية أكثر من عوامل العرض والطلب وقد حاولت تكتل أوبك بلاس منذ نشأته في عام 2016 أن يعيد عملية ضبط كميات الإنتاج رفعاً وخفضاً حسب ما تمليه ضرورات السوق فمنذ بداية العام الجاري ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 18% لكنها تراجعت عن أعلى مستوى سجلته وهو قرابة 140 دولار للبرميل بسبب حرب روسيا على أوكرانيا لكنها اليوم تعود إلى مستويات ما قبل الحرب حيث فقدت تلك الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية حوالي 14% لتحوم حول مستوى يبلغ 90 دولار للبرميل بل وهبطت في شهر سبتمبر الماضي إلى 85 دولار للبرميل وجاء هذا التهاوي في الأسعار جراء المخاوف العالمية من تعرض الاقتصاد العالمي لموجة ركود تضخمي وبسبب قفزة الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له أمام العملات الرئيسية في 20 عاما هذا الأمر دفع تحالف أوبيت بلس إلى السعي لكبح هبوط الأسعار إذ يهيمن هذا التحالف على 40% من إنتاج النفط العالمي ياتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه الدول الغربية الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على هذا التحالف وتقول وسائل إعلام أمريكية إن إدارة بايدن التي تواجه اختبار انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الشهر المقبل قد مارست ضغوطا واسعة النطاق على تحالف أوبيت بلس إلا أن هذا التحالف يبدو مصمما على دعم الأسعار وعلى استعادة السيطرة على السوق حيث يعتقد أن السوق النفطية العالمية انحرفت عن أساسيات العرض والطلب وقد أكد عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أنه سيتم استخدام جميع الأدوات الموجودة في جعبة التحالف مضيفا أن أوبيت بلس يمارس خطوات استباقية لدعم استقرار السوق وقد يؤدي خفض تحالف أوبيت بلس المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط إلى ما يتراوح بين 90 و120 دولار للبرميل لان ماذا عن رد فعل الأسواق تجاه قرار أوبيت بلس المتوقع بخفض الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا نشاهد الآن أداء خام برانت الآن يعود لبعض المكاسب 14 في المياه فوق مستويات 92 دولار للبرميل جلسة يمكن أن توصي بأنها جلسة متقلبة جدا صباحا كانت منك بعض التراجعات ومارتفعات ومع الأنباء والتسريبات من اجتماع تحالف أوبيت بلس عادت المكاسب لتصل إلى 1 في المئة ليقترب خام برانت من 93 دولار للبرميل ثم عاد وقلص من هذه المكاسب ليعود خلال النصف ساعة الأخير ويسجل مكاسب بـ 16 في المئة عموما مع هذه المكاسب الطفيفة يحافظ خام برانت مع على المكاسب المحققة في جلسة أمس والتي وصلت إلى 3 في المئة كما نشاهد خلال جلسة الأمس ارتفاعات بأكثر من 3 في المئة وكسر لحاجز التسعين دولارا ويتجه الآن إلى حاجز المقاوم عند 93 دولارا للبرميل وطبعا مكاسب خلال الأسبوع بأكثر من 3 في المئة نبقى في قطاع الطاقة حيث رفض المستشار الألماني أولف شولز انتخادات أوروبية موجهة لخطة بلاده القاضية بإنشاء صندوق للطاقة بموارد مالية تقدر بـ 200 مليار يورو وأوضح شولز أن بلدان أخرى اتخذت خطوات لتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل مواطنيها وكانت فرنسا وأعضاء بارزون في المفوودية الأوروبية قد أعربوا عن قلاقهم إزاء هذا القرار الألماني داعينا إلى إيجاد حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة التي فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا لسيما قطع روسيا لإمداداتها من الغاز من الضروري أن تنخفض أسعار الكهرباء والغاز مرة أخرى سنعمل جميعا على المستوى الدولي لضمان انخفاض الأسعار صحيح أن المفووضية الأوروبية قد أشارت إلى السبل التي يمكننا من خلالها خفض أسعار الكهرباء نحن بدورنا سنحدد سقفا لأسعار الكهرباء بالنسبة للغاز لكن كم دولة أخرى ستحدد سقفا لسعر الغاز آخرون نفذوا منذ فترة طويلة ما خططنا للقيام به للسنتين المقبلتين من تدابير الدعم الرئيسية نعمل على إبقاء الأسعار منخفضة ويستطيع المواطنون والشركات تحملها في ظل هذا التحدي قالت شركة الطاقة الروسية جازبروم إن من المقرر أن تستأنفى صادرات الغاز عبر النمسا خاصة إلى إيطاليا بعد تعليق تدفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط تحديات تنظيمية وأضافت جازبروم أن الشركة والعملاء الإيطاليين وجدوا حلا بشأن مبيعات الغاز بعد التغييرات التنظيمية في النمسا وعبرت شركة التشغيل النمساوية عن استعدادها لتأكيد ترشيحات النقل لشركة جازبروم إكسبورت والتي تسمح باستنافى إمدادات الغاز الروسي عبر النمسا وقال مصدر المطلع أن الغاز الروسي يمثل الآن نحو 10% من الواردات الإيطالية انخفاضا من نحو 40% قال أندريا إنريا رئيس المجلس الإشرافي في البنك المركزي الأوروبي أن البنوك الأوروبية لا تتعامل مع المخاطر الاقتصادية الوشيكة بالجدية الكافية في ظل تمتعها بالإرادات الكبيرة التي تحققها من ارتفاع أسعار الفائدة وأوضح إنريا أن هناك ترددا مؤكدا من جانب البنوك الأوروبية في المشاركة الجدة بأي مناقشات مع المجلس الإشرافي في البنك المركزي الأوروبي بشأن المخاطر الاقتصادية الراهنة وأضاف إنريا أن هذا النهج غير مقبول لأن الغزو الروسي لأوكرانيا تحول إلى صدمة دائمة وشاملة للاقتصاد الكلية في أوروبا وفق قولها نهاية فقرة الاقتصاد شكرا على المتابعة إلى اللقاء